مع تصاعد وطيرة القصف والدمار الذي خلفه نظام الأسد تتجه الأزمة الإنسانية نحو منعاطف خطر في ظل ارتفاع أعداد اللاجئين السوريين الذين تخطوا عتبة الأربعة ملايين لاجئ فيما تجاوز عدد المفقودين مائتي ألف بينما قارب عدد النازحين بالداخل السوري ثمانية ملايين شخص وذلك وفق الأرقام التي قدمتها آن ريتشارد مساعدة وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الهجرة واللاجئين ريتشارد وفي تصريحات أدلت بها حول أنشطة تقودها الولايات المتحدة لتخفيف أعباء اللاجئين ذكرت إن ستين مليون إنسان حول العالم يعيشون حالياً كلاجئين أو نازحين مشيرة إلى أن بلادها ستستقبل ما بين ألف وألفي لاجئ سوري في العام الحالي وفي انتظار قبول الآلاف في العام المقبل في الإطار لفتت ريتشارد إلى أن قرابة خمسة عشر ألف سوري تقدموا بطلبات لجوء إلى الولايات المتحدة عن طريق الأمم المتحدة إلا أنه تم قبول ألف ومائة وعشرة سوريين منذ تشرين الأول أكتوبر عام 2014 حتى اليوم المسؤولة الأمريكية وإن كانت قد اعتبرت هذه الأرقام جديدة ومرتفعة خلال حديثها عن أزمة السوريين الإنسانية إلا أن العدد الحقيقي تجاوز بكثير أرقام ريتشارد حيث أشار إحصان أجرته الشبكة السورية لحقوق الإنسان ضمن تقريرها السنوي لهذا العام إلى أن عدد اللاجئين تجاوز الخمسة ملايين لاجئ سوري نصفه من الأطفال وتبلغ نسبة النساء بينهم خمسة وثلاثون في المائة والرجال خمسة عشر في المائة وبحسب التقرير فإن تركيا نالت الحصة الأكبر في احتضانها الفارين من قصف النظام إذ سجل ما لا يقل عن مليون وتسعمائة ألف لاجئ بينهم أربعمائة وخمسون ألف طفل ومئتان وسبعون ألف امرأة واثنان وستون في المائة منهم بلا أوراق ثبوتية تليها لبنان بعدد لا يقل عن مليون وسبعمائة ألف لاجئ سوري على أراضيها منهم سبعة وعشرون في المائة من دون أوراق ثبوتية وفي الأردن سجل ما لا يقل عن مليون واربعمائة ألف لاجئ سوري ست وثلاثون في المائة منهم بدون أوراق ثبوتية أما في العراق لا يقل العدد عن خمسمائة وخمسة وعشرين الف لاجئ فيما أحصي بمصر مائتين وسبعين الف لاجئ لتبقى دول المغرب العربي في ذيل القائمة بفتحها الباب أمام أربعين الف لاجئ سوري فقط